بسم الله الرحمن الرحيم الالباني بكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأسرني أيها الإخوان أن أقدم إليكم مهاجرا في سبيل الله ومجاهدا في سبيل الله والأخ الثلفي العالم الجليد الشيخ عبد الرحمن محمد ناصر الجيل الأبواني هذا الرجل المعروف لصبفيته الوثيقة وجهاده في سبيل الكتاب والسنة أبى إلا أن يشرف داركم الليلة ويسعى إليكم سعي الأخ المشتاق إلى إخوانه المشتاقين عيدا إليه وسيقول لكم تحيا هو يقول أنه ما دور في نفسه كلاما يقوله الليلة ولكنه إن شاء الله سيقول لكم شيئا عن شعوره نحوكم وأسأل الله أن يقرب دائما بين المسلمين في جميع أكثر الأرض وأحب أن أقول لأخي الجليد إن أنصارت سنتها هنا قائمون على كتاب الله حفاظا على سنة رسول الله عليه الصلاة والصلاة ورغم ما يشيعه عنهم الخراسون مثلا بأنهم وحابيون وبأنهم مجسمة وبأنهم يبغضون أولياء الله رب العالمين وحاشى لأنصار السنة أن يكونوا وحابيين بالمعنى المفهول في أداني الناس فأولى أن يقال عن أنصار السنة إنهم مسلمون فهم لا يقلدون أحدا في دينهم غير رسول الله عليه الصلاة والسلام لا محمد بن عبد الوهاب على جلاله وعلى ثبته في الدين ولا ابن تيمية ولا خلاف هؤلاء العلماء الأجلاء يقلدهم في ديننا إنما نقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلسنا مجسمة كما يقول الناس إنما نصف الله بما وصل به مبسا ونسميه بما سمى به نفسه فلسنا نبغض أولياء الله وكيف والله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوفا عليهم ولا هم يحظمون كل الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين يتهموننا بذلك أنهم نسمون الأصنام أولياء الله ونحن نقول للناس قولة الحق الصريحة إن هذه الأصنام أصنام ضعبة من دون الله فنسمي الأشياء بأسمائها لهذا نكافح ولهذا نجاهد مع ما كان في طريقنا من عقبات فنحن نؤمن أن الذين يدافعون عن الله سيدافع الله عنه وكما دافع الله عن الأخ الضيط الكبيب سيدافع الله عن كل مؤمن والآن أقدم لكم الأخ الجليل ونشكره شكرا جزيلا باسمكم جميعا وخايف يتكروا باسمكم يعني أنه واحد بردك عقبنا على من أصنام أنصر الصنة يعني باسمك يعني بالنيابة عنك بالنيابة عنك أحسن عندهم ذكة وشديدة جدا بالنيابة عنكم جميعا أشكر الأخ الضيف الكبير وأسأل الله لي وله ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله الواقع أيها الأخوان أن الأمر كما ذكر الأستاذ الكريم أنني حضرت منها لكي أجتمع الكريمة أستفيدها من إخوتي في المذهب في المذهب الثلاثين في الصاهم ولم أزوي في نفي كلاما أقدمه إلى أسول أما وقد أحرجت فلننظر ماذا يلهمنا الله عز وجل به من الكلام وخير ما أقدم به ما قد أتقدم به من الكلام بين يديكم هو أن أفتحه بخطوة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه هذه الخطوة الجليلة التي مع الأسفة الشديد يجهلها أكثر الناس ولا أعني بهم العامة فحسب بل الخطوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه ليتقدموا بها بين أيدي كل خطوة وكلام ديني ليتقدمون به بين إخوانهم فأقول اتباعا للسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين عدة خالدهم كلمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها النبينا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اتبع هذه الخطوة المباركة بالجملة الطيبة التي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا ما يقدمها بين يدي خطبه خاصة يوم الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يقول بعد الحمدل أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهج هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذه الكلمة أعتقد أنها هي الفصل الحاسم بين إخواننا في سائر العالم الإسلامي أنطار السنة أو الثلفيين أو المحمديين وبين الآخرين ممن ينتمون إلى الإسلام قولا أو فعلا مع ما في ذلك من القطأ والبعد عن التحقيق العملي للقول الصادق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الكلمة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه على علم طبعا من الله عز وجل لأننا كلنا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث العلم بالغيب هو كثائر البشر ولو كنت عالم الغيب لك فاكثرت من الخير هو ما مستنسو إلى آخر الآيات الواردة في نفذ العلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الغيب ولكننا نعلم أيضا في الوقت نفسي أن الله عز وجل كان يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على بعض المغيبات التي تتحقق مصلحة المسلمين في آلام رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام ذهاء إياهم فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن أقول كان يعلم ما سيطع فيه المسلمون من الإحداث في الدين والابتداء فيه سواء كان هذا الابتداء في العقائد أو كان في العبادات ولذلك كان تحقيقا لما وصفه الله تبارك وتعالى به من أنه بالمؤمنين رؤوث الرحيم كان ينبههم في كل مناسبة وخاصة المناسبة التي يجتمع فيها أكبر عدد من المسلمين وهي مناسبة خطبة الجمعة فكان يخطب عليه السلام بهذه الجملة الكريمة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهجي هجي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع هذا والأسف الشديد نجد المسلمين قد غفلوا أو جهلوا هذه الحقيقة بل صدموها وعاكسوها فرسوله وقفه السلام يقول كل بدعة ضلالة وهذه كما هو معلوس عن من أصول من أعام الصياغ العموم والشمول كل بدعة ضلالة مع ذلك هم يأتون إلى هذه الكلية فيعطلونها بقولهم ليس كل بدعة ضلالة هذه مشاقات الحقيقة لله والرسول فنحن يجب أن نظل ونتمسك بهذا المبدأ ففيه تحقيق أصل ثاني هو المتمم للأصل الأول والأصل الأول والثاني يساوي في مفهومنا هو الإسلام هذا الأصلان مما يشرحهما ويقررهما شيخ الإسلام الامتيني رحمه الله يقول أن الإسلام يقوم على عبادة الله تباره وتعالى وحده وبالطبع كما تعلمون المقصود بالعبادة هو توحيد الله عز وجل في عبادته وفي ألوهيته وليس المقصود فقط اعتقاد أن الله هو خالق وحده لا شريك له في ذاته فإن هذا كما تعلمون شيء يشترك فيه المشركون المشركون كانوا يعتقدون أن الخالق واحد وليس ألتهم من خلقت سماوات والأرض ليقولون الله ولكنهم ما كفروا ولا أشركوا إلا لأنهم جحدوا قبودية الله وحده عبدوا غير الله مع كرافهم لأن الله هو الخالق الراجع كما يزعمون عن من ينتمي إلى الإسلام يقولون هؤلاء لا يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون وإلى آخره فيجهلون هذه الحقيقة هم إذا قالوا عن بعض الجهال من المسلمين إنهم لا يعتقدون أن هذا الميت الذي يستغيطون به هو يضر وينفع فما يصفونهم بأسفل مما يصف المسلم العالم أي مشرك المشرك كان يعتقد أن الضار والنافع والرازق والوحي النومي هو الله عز وجل إذن لما كفر هؤلاء المشركون بجهزهم لتوحيد العبودية وتوحيد الألوهية القصد أن ابن ثيمية رحمه الله يقرر أن الأصل الأول الذي يقوم عليه الإسلام هو توحيد الله في عبادته والأصل الثاني هو عبادة الله تبارك وتعالى بما شرع لا بما ابتدع المنتمون الإسلام فهذان أصلان عظيمان جدا من فهمهما ثم حققهما عمليا فهو مسلم ومن أخلى بأحدهما فقد أخلى بأصل من الإسلام باعتبار أنه لا يكون مسلما في العلم وأنتم تعلمون أن كل ذنب لأنصار السنة في جميع بلاد الإسلام عند المخالفين بهم هو تمسكه بهذه الأصلين هو دعوتهم بصراحة وبقوة الناس جميعا مسلميهم المنتمين من صلى الله عليه وسلم وكافريهم إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى في ألوهيته وفي عبادتهم ونحن لسنا بحاجة كما أن خدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل في ذاته فالبشرية لا تبار أن الله عز وجل خلقهم على الفطرة وخلقهم على أنهم لا يمكنهم أن يعقلوا وجود ذاتين تتصرفان في الكون لذلك كان من قبيل كما يقول بعض الفطهاء تحسين الحاصل أن يدعو رسول الله وقال سلم الناس خاصة الذين وجد بينهم من المشركين أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله في ذاته هذا أمر تحسين حاصل لأن المشركين كانوا كما ذكرنا آنفا يعتقدون بأن الله كذات خالقة هي واحدة لا شرك لها وأنتم تعلمون ولستم بحاجة إلى مثلي أن يفيض في مثل هذه الأمور الاعتقادية لأنكم والحمد لله أخلحتم من عالمكم إلى طالبكم العالم دعاة في مثل هذه المواضيع والحمد لله ولكن هي قبل كل شيء التبادل للآراء والأفكار وثانيا قد يكون هناك بعض الناس ممن يسمعون كلامنا الآن من هم بحاجة إلى ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله فرسوف وصلا لم يكن ليدوى الناس إلى أن يوحدوا الله في ذاته لأنهم بالواقع كانوا يوحدون الله تبارة تعالى في ذاته إنما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل في أنوهيته أي أنه ليس هناك ذات أخرى تستحق القبوة والخشوع وإلى توحيد الله في عبادته لحيث لا يعبد سواه وفي الحقيقة كل من التوحيدين الذين سميان بتوحيد الألوهية وتوحيد المبوية ينفذان إلى معنى واحد لأن الألوهية وهي القضوة لله عز وجل ليس شيئا قلبيا فقط وإنما هو شيء عملي يظهر ما كامنا في القلب من توحيد أو من شبه فهذه العبادات يجب أن تترث وينخص بها الله عز وجل فدعاة السنة في كل البلاد كما كلنا هذا هو ذنبهم الأول عند الآخرين أنهم هم قبل كل شيء في أنفسهم لا يسمحون مطلقا أن يعبدوا غير الله إنما يعبدون الله وحده لا شرك له والمشركون هذا الذي كانوا ينكرونه ويجحدونه وهذا ما هو طريق الكتابة السنة وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون وكان أحدهم إذا طاف في البيت يقول اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والملك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك فما هذا هو الشريك الذي يملكه وما ملك هذه عقيدة المشركين حيث يعتقدون المالك الحقيقي هو الله سبارة تعالى وهذا صريح للآية الكريمة والذين تخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليطربون إلى الله زنفة فهذه الآية مطلق صريح بأن المشركين كانت غايتهم في الله عز وجل وأن الذين يعبدونه يعبدونه من دون الله عز وجل كانوا يتخذونهم وصائف لا غايات الغاية حتى عند المشركين هو أن يصلوا إلى مرباط الله عز وجل ولكنهم ضلوا الطريق حينما اتخذوا هذه الوسائط توصلهم تطربهم إلى الله الآية الكثير من الناس اليوم على الأسف الشديد لا يثقهون معنى العبادة ولا يدرون كيف أشرك المشركون هذه الآية بالذات لا يثقهون لها معنى ما نعبدهم إلا ليطربون إلى الله زنفة إيش معنى هذه العبادة التي أثبتوها لأنفسهم بغاية أنها توصلهم إلى مرضات الله عز وجل أكثر المسلمين لا يعرفونها مع أنهم من الثابت في كتاب السنة كما تعلمون أن هذه العبادة هي دعوة الله خاصة في الشدائد والمضايق وهي النذر لأطوى دعوة غير الله عز وجل في الشدائد هذا العبادة المخلة بعبادة توحيد الله عز وجل وكذلك النذر لهؤلاء فالعبادة التي عبدها المشركون لعظمائهم وأوليائهم في هذه الأشياء خصوهم بالإستغاثة لغير الله وخصوهم بالندر لهم وخصوهم بالذبح عندهم وكذلك ما هو معلوم لكم هذا هو الأصل الأول الذي يدعو إليه أنصار السنة أن يعبد الله وحده وأن يكفر بما سوى ذلك من الوصائف والأصل الثاني وهو مهم أيضا جدا وكثير من الناس تعارفونه هو أن لا يعبد الله إلا لما شرع الله وهذه جملة قصيرة لكنها تحوي شطر الإسلام كما علمون سنة ويعجبني بهذه المناسبة كلمة للشيخ المطريزي في رسالتي تجريد التوحيد المقيد ولعلها وقتبثها من كتب الشيخ الساب ابن تيميه رحمه الله أو تيميذ النقيم يقول حينما يتكلم عن توحيد الألوهية وتوحيد الرموهية وتوحيد السفاد ثم يقسم الناس إلى أقسام بنفس الموقفهم في توحيد العبادة يقول في أسنى ذلك إذ ليس الشأن أن يؤبد الله وحده فقط ولكن الشأن أن يؤبد الله بما شرع الله هذه الجملة عظيمة جدا يعني ليس المقصود فقط أن يؤبد الله وحده نحن ندعو إلى عبادة الله وحده لكن هذا لا يكفي لا يكفي التوحيد الصحيح إلا بأن نعبد الله بما شرع الله ولذلك تجدون الله عز وجل يصف المشركين بقوله تبارك وتعالى اتخذوا أحضارهم ورغبانهم أرضانا من دون الله والمسيحة النبريا وتعلمون سبب نزول القصة التي خدثت عند نزول هذه الآية وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية وتلاها على مسامع الصحابة كان فيهم عزيب الحاسم الطائف وقد كان نصرانيا وهو من النصارى القليلين الذين أسلموا وكانوا متعلمين أو علماء لأنكم تعلمون أن العرب كانوا أميين وكانوا قليل منهم من يسلم قراءة الكتابة وهذا عزيب الحاسم من هؤلاء القليل الذي تعلموا قراءة الكتابة ثم وجد المشركين على الضلال مبين فرأى أن النصرانية خير من الشرك فتنصر ثم لما جاء الله الإسلام على يدي محمد عليه الصلاة والسلام آمن بمحمد رسول النبي وكأن حين نزلت الآية السابقة في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلى قال فذاك اتخاذكم إياهم أرغم من دون الله لهذا معنى هذا تأييد الأصل الثاني وهو أن لا نعبد الله إلا بما شرع الله فأي مسلم يحرم من عنده بدون نصر من كتاب الله ورسوله أو يحلم بدون نصر من كتاب الله ورسوله أو يحسن كما يقول إمام الشافع رضي الله عنه في أول رسالته نعم رسالته رسالته معروف باسم الرسالة رسالة إمام الشافع يقول من استحسن فقد شرع هذا المعنى عظيم ومأخوذ من الآية السابقة اتخذوا أحضارهم ورهبانهم أرغم من دون الله فهذا الأصل الثاني هو الذي يتمم الأصل الأول وبمجموعة ما يتحقق الإسلام المسلم ولذلك نجد مع الأسف الشديد أن كثيرا من المنتمين الإسلام اليوم هم بعيدون كل البعض عن الإسلام في الأصل الأول وفي الأصل الثاني ليس الأمر وقت في الخلاف في الأصل من هذين الأصلين ولكن مع الأسف الشديد إن الخلاف في الأصلين معا فهم يسمون مثلا توسل بالإستغاث بغير الله يسمونه توسلا أي تقربة لله عز وجل ونحن وإن كنا من وجه العالمية نفرق بين ما يسمى بالإستغاثة وهو طلب الغوص من غير الله عز وجل وبين التوسل بمعنى الألم الذي وجد فيه بعض الاختلاف وهو إدخال واسطة بينك وبين الله ولكنك في الوقت نفسي تطلب من الله لا تطلب من الوسير نفرق بين هذا وذاك ولكن أنا أعتقد أن هذه الوسيلة العلمية لا الوسيلة التي هم يقومونها بمعنى الإستغاثة تؤدي إلى الإستغاثة التي هي الشرق صريحة فكراسة القول أن الناس يجلون في جاهلية جهلا في جهل يبادر مع الإسلام كل البعض وهذا تصويره أنهم يجهلون الأصل الأول والأصل الثاني ولو أن الأمر وقف أيضا عند الجهل لا هان الخطب بعض الشيء ولكنهم يقفون في صف المحاربين والمعادين لمن يدعو إلى عبادة الله وحده ولمن يدعو إلى عبادة الله بما شرع الله يقفون موقف العداء وليس هذا العداء يقف كما يقف كل عدو تجاه عدوه الآخر ولكنهم يعادون دعاة السنة ودعاة التوحيد ودعاة محاربة البدعة يعادونهم أشد من معاذاتهم للملاحظة والكثار وإلاخ ما هناك من أحزاب وفراف فهذا مما يجلي وضع المسلمين اليوم ويحمل دعاة السنة على أن يجندوا أنفسهم ليكونوا صفا واحدا وعونا ويدا واحدا لتوجيه هؤلاء الضالين إلى معرفة ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتظاهرون بتعظيمه بإقامة حفلات ما يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في الواقع تدخل كما ينافي الأصل الثاني أي عبادة الله بما شرع الله فهم يعبدون الله بغم شرع الله ونحن والحمد لله لا نزال ندعو وسنظل ندعو إلى آخر نفس من حياتنا بإذن الله تباره وتعالى وإن كنا نحن نغبطكم أنكم تجدون الفرية المطلقة في الدعوة إلى دعوة الحق بينما نحن لا نجد مجالا لذلك إلا مع الاختيار الشديد على ما يسمونهم بالقوانين وبالأوامر إدارية وما يشبه ذلك وأنا شخصيا نظرا لأن عالم الجو الذي يعيش فيه لا أستطيع حتى اليوم أن أتحدث بكلمة قد تصل إلى خارج هذه الدار هناك في دمشق لا أستطيع أن أفعل هذا ولا أستطيع أن تكلم كلمة في مسجد وقد فعلنا مرارا تكلمنا في المساجد مش خوفا ولكن ذرعا للمسجد والفتنة وتحقيقا فيما نظن لحديث السيدة عائشة التي تقول أن الرسول عليه السلام لما رأاها تعزم على أن تدخل الكعبة جوفا كعبة لتصلي فيه قال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة الحجر تعلمونها هو مكان خارج بناء الكعبة قال لا أصلي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومة حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه في الآخر الحديث فنحن لا نستطيع اليوم أن نتكلم بكلمة الحق مع أننا نتعاطى كل الوسائل التي تدخل في أمور قول الله عز وجل أدعو إلى تبيب ربك بالحكمة والموعدة الحسنة ما نستطيع أن نتكلم بكلمة الحق في مسجد من المساجد وإن كنا حاولناه كما قلنا ولكن كان نتيجة ذلك أن صدرت المساجد من أيننا وسلمت الأقاف وبعضها جعلت مثل التفية يقوم بعض الناس فيها بما يسمونهم بالذكر ونسميه نحن بالرقص وكان نتيجة أمر أن لم يجعل لا دار للتوحيد ولا دار للصلاة الصلاة الخامس على الأقل أغلق وخطم بالشام الأحمر ومسجد آخر أكبر من ذلك سودر بطريق ما يصنونه بالمقاومة الشعبية لما حصلت بعض الحوادث التمرر في بعض المساجد فتصادروه منا هذا في حلب وبقينا نضطر إلى أن نتدارس الكتاب والسنة في بلوتنا الخاصة لم يقف الأمر عند هذا الحج أيضا أخران إنما منعنا أيضا حتى من اجتماع في دار خاصة وأنا شخصيا أقصر دمشق ولي اجتماعين في كل أسبوع في يوم الخميس ويوم الجمعة وأدرت في يوم الاثنين كتاب الترهيم وترهيم وهذا أعتقد هو كتاب مفيد وموجب وبحاجة لجماعة أنصار السنة كلهم أن يتفقفوا بهذا الكتاب لأنكم تشهرون بمعناه الترهيم والترهيم ولكن هذا الكتاب فيه سيئة وهو أنه ممتلئ بالأحاديث الضعيفة وبعض الموضوع ولكن الله عز وجل امتلنا علينا وفضرنا والحمد لله على كثير من العالمين حيث مكننا من معرفة للحديث الضعيف والموضوع وتنميزنا عن الصحيحة ولذلك قبل أن أدرت هناك من الترهيم والترهيم أخرج الأحاديث التي أنا عازم على إلقائها وشرحها مقتصرة لإخواننا فأقرأ عليهم فقط الأحاديث الصحيحة والحسنة أما الأحاديث الضعيفة فأطوي عنها صفحا وأقول للعطان أن يشيروا إليها بحرف ضد على الهامش حتى في المستقبل يكون هذا كمذكر لهم هذا يوم الاثنين ويوم الجمعة نقرأ لهم حسب المناسبات والظروف كنا نقرأ لهم في المدى الأخيرة الروضة النبية شرح الزرة مباهية للشيخ حسن قد خان وانتهينا منه فالآن نقرأ لهم بدل هذا الكتاب الرسالة التي تبق ذكرها تجريد التوحيد بالمقريزي ونقرأ لهم بعد درس في مصطلح الحديث ولكنه درس غير الدروس التي يقرأها أو يسمعها الطلاب الولون الشرائية في المدارس الرسمية أعلى المدارس الرسمية يعني شرائية مش للحلقات هذه المثال هذه الحلقات درس في مصطلح الحديث يقترن معه التطبيق العملي نستخرج لهم حديثا من أي كتاب في كتاب السنة ونسجده في اللون بسنده ونطبق ما قرأناه من تعريف الحديث الصحيح والحسن والضعيف على هذا الحديث الذي أمامنا ونستح لهم كتابا من كتب التواجم ونستخرج لهم ترجمة كل رجل وما قيل فيه من توثيق أو تجريه أو تضعيف وبذلك يكون الدرس طبق الشيء أقبل أشهد قبولا في مفوسه وأشهد رسوخا في قلوبه هذا الدرس الثاني يكون درسين في يوم الجمعة درس من تجريد التوحيد المصطلح الدرس الثاني في مصطلح الحديث هذا في دمشق لي كل شهر سفرها وسافرها إلى المنطقة الشمالية من سوريا إلى حلب وإدلب والحرصة والمالقية هنا الشاهد هنا الشاهد بدأت الدعوة بسورة خاصة تنتشر بعد حلب في إدلب وهي تبعد عن حلب نحو ستين كيلو مترا وكما تعلمون انقسم الناس إلى طائفتين سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تذليلا فأخذ بعض الغوغاء يدعمهم بعض من يتزيه بحيو العلماء أخذوا يشيعون ويزيعون أمثال الافتراءات التي سبقا تحدث الأستاذ الكريم عنها كلان وهابي كلان ينكر الرسول كلان ينكر الكرامات كلان ينكر العم إلى آخر ما ينالك الافتراءات وكان نتيجة ذلك أن تقدم مفتي منطقة إبنب بمضابط عديدة إلى المحافظ في حلب ثم إلى العاصمة ويدمشق وهو يعود بخصي حنين أنه في المرة الأخيرة نجح وذلك من طريق مفتي الجمهورية السورية هذا المفتي هو قبل كل شيء حنا فيه مذهب متعصي جدا ومن هنا يظهر لكم أنه لا يمكن أن يلتقي معي ولا يمكنني البتة أن يلتقي معه فمجرد ما جاءت المضبة إليه أنه فلان يأتي إلى إذنب كل شهر ويقضي فيها ليلة ثم ينتقل إلى منطقة كذا وكذا كتب أمرا إلى وزارة الداخلية يطلب منع الرجل من التدريس وبالفعل نسترجد إلى الوزارة يعني إلى مدير الشرطة وقرأ على مسابه المضبة وما فيها من الإفتراءات وأكاذيب وشهادة المفتي بذلك وهو يطلب أمورا غريبة جدا هو يطلب طب كل شيء منع من التدريس ويكتفي بذلك منعي من الكسوة العالمية وهذه كشوة العالمية لا وإذنك يعني ومش هذا هو الزي العلمي عندنا هذا زي الفلاحين تقريبا عندنا والشيء الأغرب من هذا يطلب من الوزارة الداخلية نفيه من البلاد إلى منطقة نائية ويظهر أن المسؤولين هناك عقلاء وهم فوق من يطلب مثل هذا الصلاة في عقلهم فاكتفوا بالتنفيذ الأمر الأول لمنع المفتي وهو منهم للتدريس فأنا بحث مع الطالب الموظف الكبير القضية التي تمنعني من استدريس أنا لست موظفا في الدولة ولست موظفا في الأوقات حتى أمنع من التدريس فحسي يكون المفتي سلطة علي قال المفتي له أمور وهو موظف رسمي وله أن يمنع من شاء ويأمر من شاء فالطيب أنا لو أعمل دروس في المساجد قد يقال والله هذا معقول لكن أنا أعمل دروس في الدور لأنني أعرف أنه إذا أعمل دروس في المساجد سوف أمنع من كلية من الكلام صلاة القول بالفعل منعت من التدريس لكن والحمد لله ما منات من التسفر يعني هذا غض نظر عنه يعني ولذلك أنا مع الأسف الشديد أقول لكم مضطر أن أسافر شهرا وأدع شهرين لأنه إذا سافرت بغاية هو الاجتماع وإذا اجتمعت فالعيون العيون الجماعة طبعا حاضرة فأريد أن نتحاشى الاستضام مع الأمر القانوني لحتى أتمكن من أكيب بهذه الجاعة وجرى في الأخير جرى في الأخير أني ذهبت في شهر منذ شهرين ففي الحصة جاءت الشرطة تطلب أسماء الحاضرين كان لنا مجرمين وفي إذنب جاء رئيس المفر يطلب طب المجلس وفيه نحو نفس هذا الحاجة المبارك ولكن الحمد لله المجلس منطب واستمر في البحث فيه والنصف والرشاد حتى الساعة الثانية عشر ستريبا ولكن لا أزال بصفة طانونية ممنوعة من التدريس في البيوت ليس في المساجد ليس في حفل عام كحفلكم هذا المبارك ولذلك نحن في الحقيقة أقول مرة أخرى نغبطكم على أنكم تستطيعون أن تجتمعوا بصراحة وأن تذيعوا الحق إلى أبعد مكان ممكن أن يصل إليه صوت الحق وعسى الله عز وجل أن يرفع عنا ذلك القيد حتى نستطيع أن نحذو حذركم ونسير سيرتكم ولعلنا في هذا القدر كفاية والليل طبعا ليل الحار شديد الحار فحسب أنني ألتقي بكم ونحن على عقيدة واحدة وعلى مشرب واحد وأطواننا بالطبع هناك جميعا يبلغونكم السلام المسلم السلط المطي الصاهر والسلام الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وعليكم سمعتم سمعتم إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها الأخ المحدث السلفي الجليل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار دمشقيع وما أظنكم إلا قد أحسستم كأنما كنتم تعيشون مع الأخ منذ زمن طويل وما أظن أيضا إلا أن الأخ قد أحس أنه يعيش معكم منذ زمن طويل وهكذا الإسلام الصادق رحم قوي بين أهله بل هو أقوى الأرحام بين المسلمين جميعا لا يفرق بين المسلم والمسلم دار ولا وطن ولا صحراء ولا تيهم ولا غير ذلك ما دام يلتقون جميعا على كتاب الله وسنة بسول عليه الصلاة والصلاة وأقول لأخ الكريم نعم ولله منه ولله الفضل الكبير أننا هنا في القاهرة ننشر دعوة الله بحرية تامة كاملة نسير هنا وهناك ونكتب ونخطب ونجد العون بحمد الله رب العالمين في كل مكان لا يقف في طريقنا عقبة إلا هذه الشائعات المفتريات التي يشيعها عباد الأوسان وهي ليست تعقبات إن شاء ما أما الإدارة ورجال الإدارة وغيروا غيروا كلهم في دعوة الله وفي خدمة وفي سبيل الله رب العالمين نسير في كل مكان ونكتب ونكتب بحرية تامة مكفولة ونسأل الله أن يهد لكم هنالك أيضا ذلك الخير الوفير العمين بإذن الله أتقن الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته إنه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحق أني ساعدت ليلة مرتين مرة بلقاء الأخ ناصر الدين الأباني ومرة الأخرى حيث تعرفت عليه بالغيث فقد تعرفت عليه في مكة المكرمة اتحدثني عنه أخوكم الشيخ نتيب الرفاعي رئيس أنطار السلة في حلق وحدثني عن شدة بلائه وعن قوة يقينه وعن طهر قلبه وعن زكاة نفسه وعن قوة إرادته وعن نقوفه في ميدان الحق مكافحا ومجاهدا لأولئك الذين يجعلون من أنفسهم جنودا للشيطان يحاربون جنود الرحمن ولكن الغلبة بإذن الله لمن ينصرون سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومهما اشتد البلاء ومهما زاد الكرب فإن الله ناصره وإن الله بإذنه مؤيده وإنه معذره وموقره عرفته في أخباره وفي بلاءه وعرفته أيضا في كتابه فقد بدأ في تأليف كتاب عن سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وقد قرأت أول عدد أول نسخة منه واستفدت منه كثيرا وأسأل الله أن يعينه على إتمام تأليف هذا الكتاب ونشرف لما فيه من خير وبركة نعم تعرفت عليه بالغيب وهانذا أتعرف عليه عن قرب نعم أحببته عن بعد وهانذا أؤكد الحب له عن كسب وهانذا أيضا أتعرف عليه وأعرفكم به فنتعرف جميعا عليه لأننا أمرنا أن نتعرف وكيف لا نتعرف مع من أحبهم الله إذ أحبوا الله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كلنا ناصر للسنة وكلنا مدافعون عن التوحيد لماذا؟ لخير البشرية لماذا؟ لمصلحة الإنسانية لماذا؟ لتعادة الدنيا لماذا؟ لرغب العيش لماذا؟ لنئمة الحياة فلن تنعم الحياة ولن استسعد الدنيا ولن تطمئن البشرية ولن تهدأ الإنسانية إلا إذا اتجأت إلى التوحيد إلا إذا اتجأت إلى الله وحده تعبده فتأخذ حظها من كتابه وتتبع رسوله وبذلك تطمئن القلوب وبذلك تهدأ النفوس وبذلك تستريح يستريح البان وبذلك يستقر الحال وبذلك يستقر الأمن ويسود النظام فإن كان لأمة أو لحكومة أو لدولة هدف هي أن تنشد السلام فلابد لها أن ترجع إلى كتاب الله تستهديه وإلى رسول الله تستهديه فليس هناك أيتها الدولة أو أيتها الأمة أو أيها الشعب إنكم تشكون اليوم من الحوادث إنكم تألمون إنكم تفجعون ففي كل يوم قتل وفي كل ساعة صديحة وفي كل لحظة تنزيق لشرب وهدف للأرض وفساد في الأرض والحكومة تشتكي والأمة تبكي والشعب كله يحزن ويفزع من تلك الحوادث ما السبيل إلى منعها ما السبيل إلى برئها ما السبيل إلى القضاء عليها أن توقز الضمير وأن تحيي القلوب وأنت ضروي بزرة الإيمان ولا ريّة لبزرة الإيمان إلا من كتاب الله وإلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يحدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القرآن فيجعله أو يصوره بالماء فيقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا نعم مثله بالماء لأن القرآن والماء ينزلان من السماء نعم سبهه بالماء لأن الماء ينزل غيثا على الأرض ولأن القرآن ينزل غيثا على النفس والقلب نعم ينزل على النفس والقلب سيحيي مواكتهما ويبعث فيهم الحياة من الحياة من جديد ويوقظ الضمير ويفتح العيون العمي ويفتح الآذان الصم ويرتق القلوب الغلف ثم يجعله من فوق النفس أكلا ويجعله من فوق العقل كلبا ويجعله من فوق القلب ضميرا فكلما دفعت النفس إلى شهوة أو إلى لزة أو إلى عرب من أعراب الدنيا كان العقل من فوقها رقيبا فإن ضحكت على العسل ورقيبته كان القلب من فوقهما حسيبا فإن كان القلب أيضا غاصلا كان الظهير متيقزا ولا يوقظ الضمير ولا يطهر الضلب ولا يزكي النفس لا مستق ولا قانون ولا شنق ولا سواه إنما يوقظ الضمير الذي خلق الضمير إنما يزكي النفس والقلب الله لا إله إلا هو الحي الصيوم فاتقوا الله في أنفسكم واتركوا أنصار سنة رسول الله يبعثون في القلوب حياة كريمة من جديد حياة لا تعرف الجريمة حياة لا تعرف الفساد حياة لا تعرف إلا الخير تندفع إليه وتندفع بكليتها بكل مشاعرها وبكل أحاسسها نحو الخير ونحو البر ونحو الحق ونحو الصف ونحو السعادة ونحو الهناة فلن تسعد الأمة ولن يستقر الأن ولن يستطب النظام ولن يتحقق العد ولن يسود السلام إلا إذا حققنا كتاب الله وإلا إذا حكمنا الواحد الديان والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا شكرا